اول حاجة حابة ااكد عليها النهاردة طالما دخلته الفيديو ده ان احنا نركز في الفيديو ونكمل الفيديو للنهاية لان حرفيا الاجراء اللي احنا هنعمله النهاردة في الفيديو والمعلومات اللي هنصححها معلومات مهمة جدا وهتفيدك جدا في النظام الطيبات لان في مفاهيم مغلوطة نحاول نعيد عليها كده وناكد عايزيكم تبعاتوا الفيديو ده لكل الناس اللي انتو بتحبوهم علشان يستفادوا اهلا بالحلوين الطيبين يوم جديد من يومياتي في النظام الطيبات فعلا انا باخد منكم الطاقة الايجابية نجاحي معاكم هنا ان انتو بتدعموني مفيش حد خالص بيدعمني بعد ربنا الا انتو ربنا محرمنيش منكم ابدا فعلا انا بحمد ربنا ان انا عرفتكم وبكون مبسوطة جدا وانا معاكم ولو اول مرة بتشوفيني انا اسمي دينا ودي كوناتي دي هوم هنصلي على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام من خلال وجودي معاكم في النظام الطيبات لاحست ان انتو بتربطوا اي حاجة طريقة بتحصل لكم بالنظام النظام الطيبات رائع مالوش اي اثار جانبية في اي حاجة بتحصل عادي يعني احنا كلنا كده عايشين في الدنيا وبيحصلين حاجات كتير ممكن اي حاجة طريقة تحصل لك مالوش اي علاقة خالص بالنظام النظام دي عبارة عن شوية اكل منعتيهم وشوية اكل بتاخديهم لا بتاخدي ادوية ولا في حاجة مفروض عليك يعني احنا عايشين في الحياة دي كل يوم بيحصل لنا اكيد متغيرات فبالتالي ممكن ان هو يظهر اي حاجة عارضة بتحصل فما نتخدش ونقول النظام هو السبب اهم حاجة ان احنا نلتزم بس التزام تام بالنحنا نمنع الممنوعات دي اهم حاجة ونلتزم التزام تام برضو ان احنا ما ناخدش اي حاجة ما نلغبطش في يومنا ولو لغبطنا هنصوم بعدها وكل حاجة هتكون زي الفل اكيد شفتوا كمية السكريات من اول الفيديو لغاية دلوقتي البلح المنقوع التمر اللي بيتاخد مثلا على الريق او ان احنا نفطر عليه او لقيته مثلا عصير القصب بداية الفيديو خالص عملت ميا بعسل شربتها اول حاجة بعد سيام الليل الطويل اول معطشة شربتها فيه مثلا اللي يشرب قهوة ومعاها مثلا تلت تمرات ولما يجوع بقى بعد كده ممكن ان هو ياكل حاجة اوقات كتير انا بالنسبة لي بكتفي بالفطار ضويب هو دفطاري القهوة مع تلت تمرات وخلاص على كده واكيد انتو بتشوفوا يومياتي كل يوم اما بنزل اليوميات بتشوفوا طريقة اكل ازاي جالي كذا سؤال عن كمية سكريات رهيبة حبيبي بيسألوا عليها وفعلا ده مش صح ناقيلين ان الاعتدال في نظام الطيبات اهم حاجة لما ناخد المسموحات نعتدل ايوة فيها سكريات كتير مش لازم ناخد السكريات كلها ولا في يوم واحد ولا في وجبة واحدة ايوة السكر او الجلوكوز هو العنصر القامل لجسمنا لان جسمنا دايما بيصنعوا خصوصا واحنا صايمين وعشان كده بناخده بعد صيام طويب ويدخل طبعا في معظم العمليات الحيوية للجسم والجسم مش ممكن يصنع حاجة ضره واللي عايز يدخل نظام الطيبات ويحس بنتيجة سواء بقى اذا كنت مريضة عفاكر لا او مثلا عايزة تنزلي في الوزن خد النظام كده على بعضه بحزافيره بس يكون اساس يومك هو الرز والطمر والسكر والدهون والبطاطس اما بالنسبة للسكريات فدكتور جائل عوضي بيقول لو ما لقى السكر في اليوم تكفي لو تمراية واحدة في اليوم تكفي يبقى كده جسمك اخد السكريات اللي هو عايزها شوفوا معايا بقى السؤال ده من ليلي والله النهاردة فطرت الساعة 12 الظهر على طمر بعدها مهلابية من حضرتك من ازدلاها لقيت نفسي ضغط ومش عارفة ايه السبب تقريبا كده السكر علي سؤال تاني من مونيرة حبيبتي برضو بتسألني هل استطيع شرب الكاس مية في عسل وزيت زيتون وبعدها بساعتين افطر على طمر وزبيب اسود منقوع من بالليل ومربط فراولة مع التوست مع العلم انا عندي مقاومة انسولين وسكر نوع تاني لو الدكتور بقى جات له الاسئلة دي هيقول ايه انتوا عارفين الرد بصوا بقى يا بابي انا لما بنزل اليوميات بتاعتي كل يوم كأنها مثال لكم يعني ايوة انتوا احسن في كل حاجة واكلكم احسن بس انا مش بعمل كل ده واكيد بتشوفوا وجباتي اللي انا باكلها وبحط ايه وانا عارفة ان كل بيت غير التاني بس اكيد مش علشان الاكل اللي فيه سكر ده كله معانا ان احنا ناخده يعني بطريقة فيها تجاوز شوية نسبة اللي ليه انت اخدتي الطمر بتاعك اول ما صحتي من النوم تمام عارفة انك هتكل مهلبية مكنتش اخدتي الطمر بتاعك او اخدتي الطمر ومش هتكل بقى مهلبية كل يتستايا ببطاطسايا كل يتستايا بحتة جبنة بزتونة وخلاص وبعدين بالنسبة لان جالك دوخة او ارتفاع السكر عندك انا معرفش انت عندك سكر ولا عندك ضغط ولا ليه الارتفاع ده مثلا ازاي انه هو ارتفاع في السكر استيه مثلا لدوخة اللي حصلتلي جدي عندك فقرات في رأبتك تعباكي فالموضوع مبهم بالنسبة لي اما بالنسبة للمونيرة حبيبتي طبعا كل ده مش صح خالص انك تعمليه عندك مقاومة انسولين او عندك سكر شفاك الله عفاكي خدي بس اول ما تغدي حاجة خدي حاجة مسكرة اول حاجة تنزل بعد الصيام خلاص معدتك وبعد كده بقى بساعتين تلاتة حسب ما تجوعي اكلي الاكل العادي توست او رز او بطاطس ما تاكلش بقى الحاجات دي التانية دي خلاص لو عايزة تاكل مربة بتوست مثلا وبلاش عصير قصب او بلاش مثلا طمر لما تكوني بس صايمة في رمضان ولا حاجة وعايزة تاكل بلح منقوع اكلي عايزة الصبح تغدي بلح منقوع بلحتين تلاتة كده وخلاص بشوية المية بتاعه وبلاش تخلطي طمر وزبيب مع بعض حاجة واحدة بس وبعد كده تفطري عادي او تغدي عسل بمية هو ده السكر اللي دخل بس كده يعني احنا نخلي بالنا ونعتادل خالص في النظام تمام ونحترس في كل حاجة هنا بقى ده كان الفطار بتاعي شفتوا الطريقة اللي عملتي بيها التوست مع الزبدة والجبنة اللي تشدر ومعاهم كباية من الشاي الاخضر ده كان بعد حوالي تلات ساعات من كباية المية بالعسل اللي خدتها الصبح تمام وبعد كده فطرت فطار بتاعي ده بعد ثلاث ساعات ما فيهوش بقى اي حاجة سكر تاني هو بس وخلاص حبدأ بقى اشوف يومي واشوف ايه اللي انا هعمله في يومي واشتغل شغلي واعمل الغداء النهاردة ويكون عد على ما بين الفطار وما بين الغداء خمس ست ساعات يبقى يكون صيام جاف خالص ما فيهوش اي شربة اي حاجة بس لو عيتشت باخد بقين ثلاثة مية كده وخلاص طيب لو جعت في الوقت ده وما كانش لسه مثلا الاكل خلص عندي او الاكل عندي ما كانش جاهز في الوقت ده ممكن اعمل كباية فيها معلقة من السكر بدوبهم وباشربهم بيسدوا معايا شوية وبيخلي الجوع يهدى لغاية مثلا لما ابدأ ان انا اخد الوجبة بتاعتي التانية تمام انا بعمل كده وبالنسبة للي بيسأله ان الدكتور طول ما هو قاعد مثلا بيشرب عصير ومش بياكل خالص الدكتور مرة كان بيقول ان هو بياكل وجبة واحدة بس بالليل خالص يعني قرب الفجر كده لما يروح بيته وطبق كبير كده في رزه وزا كان فيه شربة او لحوم معاه وعلشان هو مشغول طول اليوم فهو بياكل طمرتين تلاتة كده زي ما بنشوف في الفيديو وكمان بيشرب عصير قصب هو ده اللي بيقومه في اليوم يعني مثلا بيشرب مرتين عصير قصب طمرتين تلاتة خلال اليوم وبيشرب معهم قهوة ولو عدتش بيشرب بقه مية بس هو ده الاكل بتاعه وهو ده اللي بيقومه يعني ممكن العصير مثلا القصب ده او اللي فيه سكر يعني عموما بيقومه شوية انه هو ما بيأكلش فهو ده اللي بيخليه مصح صح يعني وبيشوف شغله مش بياخد بقى منقوع الطمر مع الزبيب مع زيت زاتون مع عسل مع توست بال توست بال بالمربة مع مهلبية يعني بس الكمبو ده لا ناخده كده على مراحل خلال مثلا الاسبوع مش اليوم حبيب كتير بقى كانوا بيسألوني على ان انا في الفيديو اللي فات قلت على العصير اللي هي فريش الدكتور منعها ويسامح بالعصير اللي هي المعلبة تمام طيب اتسألت كمان على الفكهة الفكهة برضو ناكلها ولا هي كمان ممنوعة الفكهة ناكلها كومبوت زي اللي هعملوا النهار ده كده بالنسبة للفراولة انا هعملها كومبوت النهار ده طبعا جميع الفواكه اللي عندكم مسموحة ما عادة الشمام قلت لكم والكانتالوب والبطيخ والبرتقان والمنجا الباقي هنعملوا كومبوت بالطريقة اللي انا هعملها النهار ده طيب دلوقتي الخوخ بقى موجود دلوقتي هنأكل خوخ هنشيل الاشرة بتاعته وحنعملوا كومبوت زي ما عملنا النهار ده تمام ممكن عايزة تدقي واحدة كده ولا حاجة كل اسبوعين ولا حاجة من غير كومبوت يعني تبقى فرشة كده بس تشيل منها الاشرة ان شاء الله وتعادي على خير انما باقي الفواكه المسموحة هنعملها كومبوت زي النهار ده كده والدكتور كان بيقول الفواكه نوع واحد ثمرة واحدة مرة كل شهر ده يعني كناية عن اننا ما نقطرش في الفاكهة تبقى ثمرايا واحدة كده كل اسبوعين وما يبقاش فيه اختلاط ما بين فاكهة والتانية نوعين مع بعض لأ انا عارفة ان انتو عارفين كل ده بس احنا يعني بنذكر بعض لو فيه يعني حد جديد دخل معنا في النظام الطيبات وعايز يستفسر بالنسبة للسكر اساسي في النظام انما اضافة ان انت تحطي سكريات كتير في يومك ده اضافة خطيرة جدا في نظام الطيبات يعني زيادة عن اللزوم بما ان هو مسموح فنحط كتير سكر او مثلا عصاير زي ما شرحت لكم وطمر والمرباط والكلام ده ده طبعا خطير جدا ويجب وقفه فورا يجب الاعتدال واكيد كل واحد طبيب نفسه وعايز مصلحة جسم الكميات اللي انا حطيتها هنا مش بالمقدار يعني خليت عيني ميزان كده واستخدمت كمية الفراولة اللي عندي حطيت عليها كمية السكر المناسبة بيها المناسبة ليها وبعد كده حطيتهم في التلاجة بيتوا ليلا كاملة في التلاجة لغاية لما شفتوا كده السكر ده بكله في الفراولة والفراولة كلها بقت مع السلة بالطريقة دي يعني كلها مسكرة بالمية بتاعتها في الوقت ده بقى حقدر ان انا احط الفراولة دي على النار واسبها تاخد غلوتين كده المية تغلي معاها تمام يعني المية تغلي بتاعتها اللي فوق دي تغلي غلوتين وبعد كده هوطي عليها النار شوية واسبها شوية لغاية لما الفراولة دي قلها تطبخ تطبخ كده وتضوب في المية بتاعت السكر دي لو كنت معايا لغاية دلوقتي ونسيتي تعملي لايك للفيديو اعملي لايك وشجعيني في سؤال من يوزر نيم السلام عليكم ممكن وجبات غذائية لمريض سكري نوع تاني استعمل حبوب السكر تبعت النظام من 3 ايام وعايز اخصه ما عندناش توست وهل اتناول العصائر والنوتيلا مع الوجبات ام بينهما شكرا جزيل اكيد فيه اجزاء من السؤال اتجاوب عليها النهاردة في الفيديو لو كنت متابعاني بتركيز وحيبقى النظام ليكي هو هو مفيش حاجة معينة بشرط انك تتبعي الخطوات اللي انا قلتها النهاردة وانك تاخدي كل السكر اللي موجود في النظام باعتدال اما بالنسبة للتوست مفيش بديل هتاخدي مكان الرز اللي هو اساسي في النظام الطيبات تمام طيب بالنسبة للنوتيلا بعد ما تكلي واجبتك كده ممكن تكلي معلقة نوتيلا كده في الاخر تحلي بيها وخلاص بالنسبة للعصير تخديه برضو زي ما قلتلك في اول اليوم او مثلا لو جعت في نص اليوم نفس الطريقة عايز اتخديه مع الوجبة خديه يعني كله متاح مفيش مشكلة والافضل انه هو يكون مع الوجبة وبالنسبة لخلاصة السكر السكر او الجولوكوز هو عنصر امن طبعا لجسمنا علشان جسمنا دايما بيصنعوا خصوصا واحنا صايمين علشان كده بناخد سكر بعد الصيام وبيدخل في معظم العمليات الحيوية للجسم والجسم مش ممكن يصنع مادة تضره لو محتاجه هيدخله ولو مش محتاجه هيوديه الدم والجسم هيعرف يخرجه والمتحكم في السكر في الجسم هو الكبد لو سليم هيتعامل صح علشان كده بقول لكم الاعتدال كويس جدا فاخذ السكريات هناخدها اه خلال اليوم لكن الاعتدال لان احنا برضو مش عارفين الكبد بتاعنا نظامه ايه ولو فكرنا تتوقف السكر ده هيبقى كنبلة موجودة في نظامنا لازم نستمر على السكر ولكن بالكمية اللي جسمنا محتاجها وما نقطرش فيه ده كان الغداء بتاع النهاردة رزة ابيض معمول بالزبدة وبطاطس محمرة في الزيت وزاتونة واحدة وشوية من الشربة او المرأة بتاعت اللي هي اللحمة تمام كانت عندي وكمان حطيت كده شوية كاتشب على البطاطس عايز اقول لكم ان الاكلة دي احلى عندي من اي اكلة فيها لحوم خلاص كده اخدت عليها وبقت حاببتي ولعلمكم فيه معلومة اللي عاوز يخصي ياكل لحمة مرة واحدة بس في الشهر بالنسبة لاخواتي اللي بيسألوا على التوست في الخليج فيه انواع توست زي توست اللوزين النخالة وفيه توست هارفي برضو النخالة وفيه توست يومي الامح الكامل ده تقريبا في الكويت اما بالنسبة للتوست اللي في العراق هو سنابل التحونة وده بيكون من خلال تجارب اخوتي هنا في القناة عائلتنا الجميلة في قناة دي هم هم اللي بيبعثوا بيقولولي على الاسماء دي انه هم استخدموها ولقوها كويسة معاهم انواع التوست دي فبيقولولي عليها بالنسبة للتوست يا بنات اللي في كندا يا ريت لو حد جرب التوست اللي في كندا وارتاح عليه يكتب لنا في التعليقات عشان فيه حبابي كتير بيسألوني اكمل لكم موضوع التوست ده بس ان اخدت الطبق الصغير ده في حوالي 4 معالق من الكمبوت اللي انا عملته اخدتوا بعد الوجبة بتاعة الغداء بتاعي حلت بيه وده كان السكر اللي موجود معايا في اليوم كله وكده اخدت الفكهة اللي انا عايزاها بالطريقة اللي الدكتور قال عليها في نصام الطيبات اما حبابي اللي بيتكلموا عن ان هم عايزين مكونات التوست ريتش بيك علشان يشوفوا زيه في البلد اللي هم فيها فالدكتور في اخر لايف كان بيقول مش شرط ان المكونات بتاعة توست ريتش بيك تبقى هي هي في نفس البلد اللي انت فيها ويبقى كويس عموما انا احط لكم التوست دلوقتي وهصوروا تصوير بطيء وممكن ان انتوا تاخدوا المكونات سكرينشوت وتشوفوا في البلد اللي انتوا فيها بس الدكتور كان بيقول كده يعني تبس بسيطة ان هو ممكن يكون المكونات هي هي بس الخامة مش هي فعمل اختبار التوست ان هو يتني كده بالطريقة دي والفراغات بتاعته تبقى ديئة كده ويبقى كده الصح في نظام الطيبات التوست بالشكل ده والطريقة دي اللي هو بتاع توست ريتش بيك ده اللي يبقى زيه بالضبط عندكم عامل نفس الشكل كده ونفس الفراغات ونفس الخامة بالمنظر ده كده يبقى هو ده صح عندكم علشان بيبقى فيه توست تاني فراغاته بتبقى واسعة وكمان بيتقطع بسرعة يبقى مش معانا في النظام الطيبات يارب تكونوا استفدتوا النهاردة بالفيديو ادعموني بلايك لو عجبكم الفيديو ولو لسه جداد معاية اشتركوا في القناة اعملوا شير كتير للفيديو ده علشان الكل يستفيد ويبقى شير في الخير لو عندكم اي سؤال اكتبوه فيه كومنت وان شاء الله انا هجاوب عليه لغاية مقابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم يا طيبات باي باي اشتركوا في القناة